توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستكدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات العضوان على غزة ومصار تعزيز الأعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا خسيمانويل أباريس فضلا عن لقاء وزير الخارجية مع بيدروس سانشايز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كثبة حول الدور الذي يمكن التطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العضوان على قطاع غزة واستعادت مصار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين استنادا إلى مواقف إسبانيا الدعم للقضية الفلسطينية تاريخيا استضافت القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأكد مصدر المصري رفيع المستوى تمسك مصر خلال الاجتماع بموقفها التابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشهيله مرة أخرى كما أضاف المصدر أن الوفد المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وشدد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود بحث مجلس الحرب الإسرائيلي قضية اليوم التالي في قطاع غزة والرد على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب وشيرا إلى أن الخطة تتضمن تجارب ستجريها إسرائيل في المناطق التي قد تستطيع فيها دمج عناصر محلية للسيطرة عليها ناقش وزير الخارجية الأمريكية أنتوني برينكين مع كل من الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانيتس ووزير الدفاعي أب جلانت مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه وحسب بيان للخارجية الأمريكية أكد برينكين في كل الاتصالين أن مسؤولية الموافقة على هذا المقترح تقع الآن على عاطق حركة حماس وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة وعلنت مصادر صحية فلسطينية استشهاد 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة خان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس وفي رفح الفلسطينية أفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب المدينة بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمال لها وفي وقت سابق من فجر اليوم استشهد عشرة فلسطينيين جراء استهدف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة كما اكتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نبلس شمال الدفة الغربية وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة أبنية في منطقة الضحية شرق نبلس تزامنا مع عملية الاقتحام الواسع للمنطقة الشرقية تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبنانية القصف على طول الحدود وأوضحت مصادر اللبنانية أن حزب الله استهدف مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة قريات شمونة شمال إسرائيل ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى سكن عسكريا تابعاً لحزب الله في منطقة عيت الشعب وبنية تحتية في منطقة تير حرفة بجنوب لبنان كما أعلن جيش الاحتلال إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية أشارت استطلاعات أراء المقترعين في المكسيك إلى تقدم مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شاين باوم بالانتخابات الرئاسية بفارق شاسع عن منافستها سوتشيتل غالفيزا وحصلت شاين باوم على 757.8% من الأصوات في مقابل 29.1% لمنافستها جاء المرشح الوسطي الخرخي الفارايز ماينز متأخراً بفارق كبير 11.4% وفق الاستطلاع وتخللت أحمال عنف الانتخابات في المكسيك حيث دعا 890.3 مليون ناخب مسجل الأحد لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد الذي يقوده عنف عصابات المخدرات وحيث تسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يومياً ترجمة نانسي قنقر